سلام المسيح مشاهدين الأحباء أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المرأة المسلمة النهار ده هنتكلم عن موضوع يخص شخص الله مباشرة والحقيقة إنه كتير إحنا يعني عارفين إنه خلفيتنا الثقافية والدينية بتأثر على مفهومنا لشخص الله ومفهومنا لتعامل الله مع البشر مفهومنا لموضوع الشر والخير في حياتنا ودي يعني حاجة موضوع هام ومؤثر جدا في حياتنا وحوله نقشات كثيرة فالنهار ده إحنا قررنا إن إحنا نقدم لكم حلقة بعنوان معضلة الشر والحقيقة إنه بيسعدني النهار ده إنه يكون معايا ضيف في حلقة اليوم هو خادم الرب المهندس جورج كامال مهندس جورج كامال تخصصه العملي هو كمبيوتر ساين اللي تعلمه واللي بيشتغلوا يعني وهو أيضا خريج الجامعة الأمريكية في مصر لكن على مر السنين القليلة اللي فاتت دي اللي أنا تعرفت فيه على المهندس جورج اتعرفت عليه كخادم أقدر أقول إنه دارس متعمق مفكر ومفكر جيد جدا في الأمور الخاصة بالكتاب المقدس والمواضيع الإسلامية اللي يقضي وقت كثير للدراسة فيها ولكن في النهاية اللي احنا بنرتكز عليه دايما هو مفهومنا للعلاقة مع الله فدي من الحاجات المميزة جدا للمهندس جورج وأنا برحب به أولا أهلا بيك أخي جورج زيك الحمد لله أهلا سيد زيزار أماني أنا أنسيت أقول إنك مصري فيعني مهمة قوي دايما جورج ممكن يبقى مصري عربي عراقي لكن أنا سعيدة قوي أنك معنا نعم؟ هاي بهم اللغة على طول صح لكن أنا سعيدة قوي أنك معنا النهاردة وفي اسمي يا سعوة تكون الحلقة مفيدة وممتعة أيضا ويعني مثيرة للتفكير والنقاش في داخل أسرنا وحياتنا لأنه مهم قوي أنك تعرف شخص الله عشان تقدر تتكلم مع الناس أستاذ جورج أنا حابة بس أن أنا أعرض فكرة الموضوع اللي هنقدمه ببساطة وبعدين أنت بقى تقول لنا الفكرة يعني أعمق شوية بسورة أعمق شوية أنا والأخ جورج كنا حضرنا نقاش فأنا عايز أحكي لكم على النقاش ده في الأسبوع الماضي أنا كنت بسمع الحديث في غرفة من الغرف اللي على منتدى اسمه الكربهاوس والمنتدى ده بيتجمع فيه مثقفين بيتجمع فيه سياسيين بيتجمع فيه ناس عامة لمنقشة الكثير من القضايا المختلفة وكان موضوع معضلة الشر يعني موضوع مطروح من مجموعة متنوعة من المتحدثين لفت نظري أنه كان فيه ملحيدين لدنيين مسلمين مسيحيين أشخاص يمكن ما عندهمش موقف من الدين أو من الله خالص وكان فيه نقاش جيد جدا وكل واحد منه منهم كان ليه رأي كانت عندي ملاحظات عدة في الأمر ده لكن أنا عايز أركز على ملاحظتين ولحظة الأولى أنه معظم المتحدثين من خلفية إسلامية أو خلفية مسيحية أو ملحدين من العرب أو المصريين أو حتى اللدنيين كانوا بيتحدثوا عن الله بفهم يوحي كأنه المنظور بتاعهم لله منظور إسلامي بحت حتى من المسيحيين إحنا عارفين أنه المجتمع المسيحي تأثر كتير بالفكر الإسلامي فالشخص الله مركز النقاش هل هو مصدر الشر ولا مش مصدر الشر كان الردود والحاجات اللي بيلقوها على شخص الله كانت منظورها إسلامي جدا يعني مثلا أنه قاسي فأمرت شخص أو أنه مضل لأنه الناس بترتكب الخطايا أو أنه مخادع بيختبرنا بأشكال مختلفة وهكذا يعني في الخلفية لما تدرس الكتاب المقدس تلاقي أنه ده مش الخلفية لإزال الله بيتعامل معنا الملحوظة الثانية أن كل ما نوجه اتهمات لشخص الله في المسيحية من خلال آيات مثلا وحنستخدم بعض الآيات اللي قدموها النهاردة مثلا أنه هل في سفر عشرية لما بيقول أنا خلق الشر مثلا كانت الآيات اللي بيقدموها آيات جامدة وتفسرهم لها يعني بلا خلفيات كتابية صحيحة في النهاية فكرة معضلة الشر مهمة في حياتنا مهم أنك تعرف الفكرة بتاعتها هي الفكرة نفسها بتتهم الله أنه مسبب الشر وأنه مصدره وأنه خلقه يعني مثلا المرض الكوارث الكونية التجارب الجرائم الحروب الكورونا كل الألام الواقعة على البشرية تنسب إلى الله ودي طبعا تجميعة لا تستقيم أبدا لأنها تتعارض مع أمور كتيرة حابين النهاردة أننا نطرح عليكم بعض الأمور اللي بتتعارض معها الأفكار دي ويعني أحب جدا النقاش مفتوح للجميع والتليفونات على الشاشة أحب جدا أسمع من ناس بهدوء عن هذه الفكرة لأنه عندنا مادة كتيرة وكبيرة تطرح بس لازم النقاش يكون منطقي وعقلاني يعني أوكي فأنا بقول أنه الأفكار نسبة الشر لله بهذه الاتساع لا يتصق مع قداسة الله وأنه صالح وأنه كامل الصلاح وأنها كمان الفكرة من المنظور ده بتلغي الإرادة البشرية والاختيار النهاردة هنبحث في الفكرة دي والأسئلة اللي تطرح في هذا الموضوع اللي هنتكلم فيه واللي بقى الفلاسفة عبر العصور اتكلموا فيه لكن هنترحوا ببساطة والأسئلة اللي ممكن تطرح هل الله خلق الشر هل إله المسيحية خلق الشر أو إن كان الله خلق الشر خلق كل شيء فهل الشر مخلوق يعني دي بعض الاتهامات الموجهة ضد الله وخاصة الله في المسيحية أستاذ جورج إيه اللي تحب تبتدينا بيه يعني يريد أنت تقولي هل الفكرة دي لخصت أو عندك إضافات فضل هي طبعا الفكرة حضرتك اللي خاصتيها في المنتهى الجمال ولكن اللي بنسمعه من إخوتنا إنه إذا كان الله كلي القدرة وعندنا بنشوف الشر حوالينا في كل حتة إذن هو ليس إله قادير أو يقدر أن يقف أمام هذا الشر ويوقفه يا إما هو إله لا يبالي وسائب الأشرار يعملوا اللي هم عايزينه وبيستنتجوا من هنا إنه الله شخصيته يا إما لا يقتر فهو إله ناقص أو لا يبالي فهو إله مش كويس ودي الحاجة اللي الناس بتحاول تطلع منها وده استنتاج خاطئ تماما لفهم شخصيت الله إذا ما حالك قلت بالزبط كده الفرديات غريبة شوية أنا عايزة ديف حاجة قبل ما تتنقل للحتة دي إنه كان من ضمن المقولات اللي قالوا إذا كان الله كليه الخير صالح كليه الصلاح فالمقابل اللفظي لده أو المقابل لده الشر فيبقى يعني هل ده نقص لو الله ما فيهوش شر لذا كان صالح يبقى فيه يبقى غير صالح ده نقيد يعني الفكرة غير منطقية بالمرة بالنسبة لي لكن طرحت طبعا لو إحنا قلنا إن الله يحوي على الخير والشر إذن عندنا في دولة أو حاجات عكس بعضها وفي الحالة دي هيبقى فيه تصارع وفي الحالة دي ما فيهش حاجة اسمها خير وشر لأنه ما فيهش حاجة ما فيهش ستاندرد أو زيج نقيسة عليه مفهومنا للخير والشر فهتلاقي إنه فيه مثلا في العبادات الهندوسية مثلا عندهم الإله كالي ده إله متعدد الأوجه عنده خمس وجوه وفوق الوجه الخامس وجه امرأة وهي عندها أنياب وهي مصدر الشر وده طبعا تشويه الخرافة يعني ولكن كل ما الأشخاص بيتقدموا في الحكمة بيكتشفوا إنه لا يمكن نقول إن فيه فرق بين الخير والشر لسبب وجود هذه الازدواجية داخل الشخص اللي بنادعي إنه هو الإله فهي طبعا مشكلة كبيرة ولكن أنا عايز أقول إنه ده مش حقيقي لو إحنا اكتشفنا أو إحنا بدأنا إنه يوجد شخصية لخالق شخصي يفسر شخصية الإنسان لأنه لو الله غير شخصي هيبقى ما عندناش أي تفسير لشخصية الإنسان لو إحنا قلنا إن الإنسان جاي من الكون أو من أنرجي أو بيك بانج أو الطاقة أو المادة كل ده صامت لا يتكلم لا يتحدث عن الأخلاق لا يتحدث عن شخصية الإنسان إحنا جبنا شخصيتنا منين فلا بد أن عشان يبقى عندنا إجابة لهذا السؤال المطروح على مر الزمن إنه لازم يكون فيه إله شخصي خلقنا على صورته ومثاله وهنا نقدر نقول إنه فيه احتمالين عشان نفسر قصوة الإنسان لأن الإنسان قاصي وشوفنا الإنسان بيعمل إيه وشروره وهو مخلوق مخيف للأسف لأنه الإنسان يقتر على فعل الشر بحريته وبردته الحر طيب فعندنا احتمالين يحتووا على إجابة هذا السؤال الاحتمال الأولاني إن الله يكون إله شرير وخلق الإنسان على صورته جوهريا قاصي طيب تحب حضرتك معلش تسمح لي بس تحب إن إحنا نحط السلايدز نبتدي نعرض لك السلايدز ياريت آه ياريت السلايد الأولانية وزي ما حلاك شايفة إنه هو الاحتمال الأولاني إنه هو الإنسان قاصي لأن الله إله شرير وخلق الإنسان على صورته ومثاله قاصي زيه وفي الحالة دي حيطلع قدامنا تلات حاجات حاجة الأولانية إزاي نقدر نهرب من حقيقة إن الله قاصي إذن هو شرير إذن هو أقدر أقول عليه إبليس إذا كان الله شرير لا يوجد أي سبب يجعل الإنسان يقاوم الشر لأن كده هتبقى بتقاوم الله نفسه لأنه هو مصدر الشر ويقاومه يدعمه في تجانس ده شر وده شر قاومه ليه بالضبط كده فالإنسان طول عمره بيحاول يبقى نبيل نوبل عايز يقاوم الشر عايز يعمل حاجات كويسة بس لا يوجد أي سبب يخليك تعمل كده لأنك كده بتقاوم الشر اللي هو مصدر الله بتقاوم الله نفسه ونلاقي الحاجة الثالثة إننا في مواجهة مريرة كده إنه لا يوجد مخرج ولا أمل في تغيير الإنسان وشرور الإنسان لا يوجد أمل لأنه الله هو مصدر الشر طيب لو رحنا على الاحتمال الثاني في السلايد اللي بعدين بنتكلم عن الاحتمال الثاني إنه الله صالح وكله صلاح وخلق الإنسان صالح وفي الحالة دي هيبع عندنا احتمالين تحت الاحتمال الثاني احتمال الأولاني إن الله لما صالح وخلقنا صالحين هو اللي غيرنا إلى الشر وإلى طبيعة شريرة وفي الحالة دي ما حللناش حاجة ويرجع تاني للإحتمال الأولاني إن الله نفسه شرير لأنه هو مصدر الشر الاحتمال الثاني وهو ده الاحتمال الأصح والأوقع هو إن الله خلق الإنسان على صورته ومثاله صالح ولكن الإنسان له إرادة حرة الإنسان الغير مبرمج يستطيع أن يغير نفسه وهو ده اللي تكلم عليه الكتاب إن الإنسان في وقت من الزمان والتاريخ سقط وانفصل عن مصدر الصلاح اللي هو الله وهو ده اللي احنا في دلوقتي إذن الله صالح كامل الصلاح والإنسان هو اللي غير نفسه في وقت وزمن وحد يعني هل نقدر نقول مجازا إن دي كانت نقطة بداية الشر؟ بالضبط لأن الإنسان لما هو اللي أسقط نفسه وانفصل عن الله هو اللي جلب إزدواجية الخير والشر إلى العالم هو اللي دخل الموت ونتائج أو مسببات الموت إلى العالم يعني عشان أكون دقيقة عشان رجاء تفكرت بداية الشر في حياة الإنسان هي النقطة دي لكن طبعا هو كان موجود في إبليس بالضبط كده ولكن لو احنا رحنا على السلايد اللي بعديه هنلاقي إنه لأننا اكتشفنا الحقيقة دي إن الله صالح والإنسان اتخلق صالح ولكن الإنسان بإرادة الحرة الغير مبرمجة قدر إنه هو ينفصل أو يسقط ويجلب الإزدواجية دي العالم هنلاقي عندنا أربع نتائج مهمة قوي للإستنتاج ده أول حاجة عندنا تفسير لقصوة الإنسان دون أن يكون الله نفسه شرير وقص واحد اتنين عندنا أمل في التغيير الإنسان إلى ما كان عليه لأن الإنسان دلوقتي في حالة أبنورمال بحالة مش طبيعية مش هي دي طبيعة الإنسان اللي هي العودة اللي أنا عايزة أحط بس يعني تعريف إنه نرجع إلى ما خلقنا الله عليه الأول اللي هو مقصد الله الأساسي بالزبط كده والله ما سكتشي لما الإنسان سقط بل بالعكس لما حبته وصلاحه تدخل في التاريخ وعمل خلاص المسيح اللي هو الطريقة الوحيدة والأمل الوحيد في تغيير الإنسان ورجوعه إلى صورته الأولى وده يبقى الأمل الوحيد للبشرية إنها تعود إلى فكرة الله الأصل بالزبط كده لأنه عندنا حضرتك في معلمنا يعقوب بيقول فمن يعرف أن يعمل حسنا ولا يعمل فذلك خطية له لو إحنا اعترفنا إن الله كله الصلاح وأمامه خلاص الإنسان وهي حاجة كويسة ولا يعمله إذن الله كده بيعمل خطية ولذلك شخصية الله تقتدي إنه هو يفعل الحسنة ويخلصنا من ما فعلناه بأنفسنا لأنه إله محب وأب عظيم ده مقارنة حلوة جدا يعني إذا كان الإنسان يعرف يعمل كده يبقى ما بالك الله الخلق وده يتبيره حلو جميل بالزبط كده فعندنا نتيجة تالتة إنه الإنسان يقدر يقاوم الشر لأنه كده مش هنقاوم الله نفسه لأن الله صالح فإحنا لما بنقاوم الشر إحنا مع الله ولو حضرتك تتأملي معايا في فعل المسيح عند قبر لعازر المسيح ولع الدنيا بالفعل ده إنه المسيح كان مشاعره في اللغة اليونية الأصلية كان ليم مشاعر واضحة جدا أنه هو الحزن والبكاء وكان الغضب لأنه لأن الله اللي هو المسيح المتجسد يقدر يبقى غضبان عن ما يفعله الموت في ولاده دون أن يكون غضبان من نفسه وهنا دي الفعل اللي وضح للناس كلها إن الله ليس هو مصدر الشر ولكنه غاضب على الشر ونتائج الشر وما يفعله الموت في ولاده وعشان كده جاه عشان يخلص هذه صورة رائعة لأنه المسيح هنا عد للصورة وأصبح هو من يعطينا حياة يعني عملها واقعيا ضد عمل الشيطان فدي صورة واقعية رائعة جدا بالضبط لأنه إله رائع ونلاقي النتيجة الثالثة أنه لو إحنا طلعنا بالنتيجة أن الله كلي صلاح إذن أقدر بمنتهى البساطة أقول أن مصدر الأخلاق هو شخصية الله لأنه هو بافتبيضة لا يوجد به زل دوران على البتة 100% صالح وكلي الصلاح طيب يبقى أنا عندنا دول الأربع نتائج اللي إحنا طلع بيهم على طول أن إحنا عندنا حل عندنا أمل ممكن نرجع للطبيعة الأصلية عندنا تفسير ومش بس كده عندنا كمان الله هو شخصيته هو مصدر الأخلاق ومن هذا المنطلق لازم أنا أفكر في شخصية الله كمصدر للأخلاق مش اللي هنتفق عليه في المجتمع اللي هو بيسموه أو هنبدأ نتفق لأن في مجتمعات يا أستاذ نأماني بتقدر الحيوان وفي مجتمعات بتاكل الإنسان والاتنين فاكرين أنه هما صح ده الطبيعي بتاع بزبط ولكن مصدر الأخلاق وإنه بيقول إيه هو الصحة وإيه هو الخلط هو الله طبعا الإنسان مخلوق أخلاقي بطبيعته لأن عندنا آية بتقول الذين هم بدون نموسهم نموس أنفسهم ما تفعلوا بالطبيعة فإذن الإنسان مخلوق أخلاقي ولكن مصدر الأخلاق الزيجة الإلهي اللي أنا بقيس عليه أنا عوج ولا مش عوج هو شخصية الله كان فيه من الحاجات اللي طرحت قبل ما تنتقل لنقطة أخرى أنه شر نسبي يعني فكرة أنه شر نسبي وأنه ده نسبية الشر برضو تنسب لله فممكن الله يقوم بعمل شر مثلا في أنه يمرد شخص ويقولك ده شر نسبي مثلا لكن أنا عايز أسيبك من حتة أنه يمرد شخص دي لكن فكرة أنه الشر نسبي هل الشر نسبي أم الشر شر؟ الشر طبعا في رأيي الخاص شر شر لأنه لا يوجد حاجة اسمها شر نسبي أو خير نسبي لأنه لو إحنا عندنا مجتمع وقرر أنه هو هنعمل حاجة معينة واتفقنا عليها أن هي هي دي الصح هنلاقي فيه مشكلة جبيرة جدا أنه هو المجتمع ده اللي هم بيسموه الفلسفة اللي هو مش معنى مدينة باليوناني هي معنى المجتمع اللي بيقول أنه هو قدامنا حلم اتنين لما المجتمع يجتمع على حاجة مصدر الأخلاق حيبقى إما فيه 51% اللي هي الأخلابية أو الإليت اللي هم الناس اللي هم الناس اللي في مرتبة عالية هم دول اللي بيملوا على المجتمع ما هو صحه ما هو غلط وفي الحالة دي الموضوع بقى نسبي جدا ولا نستطيع أن نقول أن هذا هو المصدر خالص لازم يكون لنا مصدر الصلاح وهو الله الكلي صلاح متساوي للكل بالزبط كده بالزبط كده طبعا عندنا النتيجة تانية طلعنا بيها لما لقينا أن الله صالح وكل صلاح والإنسان هو سقط ووقع وجلبت ازدواجية الخير والشر بقى هو الإنسان مخطئ ومدان أمام الله ويحتاج إلى حل والحل ده طبعا ملوش أي مخرج غير خلاص المسيح النتيجة تانية كمان الإنسان تمرد على الله وضد الله وهو السبب في أن هو بيجي بالازدواجية زي ما قلنا حضرتك بالزبط كده فالإجابة الوحيدة الوحيدة ودي إجابة عظيمة اللي هي تايتانيك أنسر اللي هي بتقول أنه يوجد إجابة واحدة بس في مشكلة الأخلاق وهي أن يوجد إله واحد خالق غير محدود هو مصدر الأخلاق والاختيارات الأخلاقية لأنه إله صالح أنا هنطلق إلى السلايد البعض وعايز أقول حاجة لإخواتنا زي ما قلت أننا وإحنا بنتكلم في الخاب هاوس في مغلطة فلسفية أنه الإنسان بيستدل أنه عشان فيه شر لأنه يوجد شر إذن يا إما الله صامت يا إما الله ولا يبالي يا إما الله غير قادر أنه يقف أمام الشر ويغيره فبيطلعوا بنتيجة أنه يا إما الله شرير وهو موجود ولكنه شرير إذن إبليس يا إما الله غير موجود ودي نتيجة غلط خالص لأنه إذا قلنا أن فيه شر إذن إحنا بنعترف أنه فيه خير ولو قلنا أنه فيه خير وشر إذن فيه اختيارات أخلاقية وحاجة بتقول دي أحسن من دي ده خير وده شر ده أحسن من ده إذن لازم يكون فيه عندنا حاجة ما هي معطي القوانين الأخلاقية المطلقة اللي هو المورال جيفر ولو إحنا عندنا المورال جيفر اللي هو الله أو هو المعطي القوانين الأخلاقية المطلقة اللي هو الله ما هو ده اللي احنا كنا بنحاول في الاول نثبت ان هو مش موجود لان لقينا فيه شر وخصوة الانسان فديه مغلطة فلسفية كبيرة جدا عند معظم الناس وما بيخدوش بالهم ان هم بيقعوا فيها عايزين نعرف لو اكتشفنا ان الله فعلا كله صلاح وهو ليس فيه ظلم دوران ولا ظلم البتة هنلاقي فيه مشكلة ان احنا بنسمع من اخواتنا الغير مؤمنين ان الله خلق ابليس وابليس هو مصدر الشر وخلق القدر ومشاكل كبيرة جدا وبيطلع فيه اجابات مشهورة جدا ان الشر غير مخلوق الشر هو غياب الخير زي ما بنقول ان الحرارة هي غياب البرودة هي غياب الحرارة او الظلمة هي غياب النور ودي الردودة المشهورة جدا ولكن لازم برضو بنتفاجئ بالآية اللي حضرتك قلتيها في المقدمة ان الله في صفر اشعية بيقول وبالمفتشر انه صانع وخالق الظلمة وصانع السلام وخالق الشر الآية حضرتك في السلايد رقم 5 بيقول بمنتهى الصراحة اللي كي يعلموا من مشارك الشمس ومن مغربها انه ليس غيري انا الرب وليس اخر مصور النور وخالق الظلمة صانع السلام وخالق الشر انا الرب صانع كل هذه اشعية 45 انا عايزة ااخد دقيقة قبل ما تدخل في تفسير الآية دي الآية دي عملت يعني احنا دخلنا على كلاب هاوس واول ما حدد عاني او حاجة زي كده عشان ادخل على السبيكر كورنر فاول حاجة انا معرفش انت كنت موجود دخلت وقتها ولا لا جري على طول رح واحد حاطت الآية دي على الصورة بتاعته علشان يورينا انه على طول دي اول اتهام ضد الله في المسيحية بس قبل ما يعني قبل ما نروح للحتة دي والتفسير الرائع الليها يعني حتة ابليس واختيار ابليس مهمة قوي انه يعني نتكلم فيها حتى لدقيقتين احنا قلنا هل الله خلق الشر عشان خلق ابليس يعني ده سؤال دايما الناس بتسأله هل الله خلق ابليس شرير ده سؤال رائع جدا المشكلة زي ما حالك قلت في الاول الخلفية الدينية للاشخاص اللي بيسألوا السؤال ده طبعا احنا في المسيحية الاجابة واضحة وصريحة جدا الله عندما خلق سيتن او سطان او ابليس او الشيطان لم يخلقه شرير بل بالعكس كان ملاكا صالحا وكان والكتاب يسألوا عليه بيقول عليه ظهرت بنت الصبح ومملوء حكمة اذا الله لما خلق الشيطان خلقه ملاك صالح ولكن الشيطان بيرط الحرة قدر انه ينفصل برضو عن الله وكان عايز يرفع كرسيه فوق العلي وهو ده السقطة بتاعة الشرارة ولذلك كل علماء الكتاب والمسيحيين يسموهم يسموا ابليس وملائكته ملائكة ساقطة او ارواح شريرة ولكن عندنا طبعا في الاسلام ان ابليس مخلوق شرير والله هو الخلق ولذلك في ناس كتير اوي فاكرة ان الله او اله الكرآن عشان نفسه بينهم هو مصدر الشر وبيقولوا اه طبعا وإلا يبقى اله ناقص ما يبقاش عنده هو الشر وكان دي حاجة كويسة لازلت بقى موجودة في الله عايزة قلت علي على حتة انه الكتاب بيقول عن ابليس انه مملوء حكمة يعني بتفكرني اوي انه اما سليمان طلب من الرب حكمة يعني الرب اعطاله حكمة بغنى ولكن ده لم يمنع سليمان من الخطيئة ومن الاختيارات الغلط او الطريق الغلط لانه داخل الانسان وداخل هذا المخلوق الملاك فيه اشياء تنزعه لانه يقول يتجه التجاه غلط لانه فيه كبرياء لانه فيه تفكير في الذات لانه فيه امور كتيرة تحدي لله تحدي لله الانسان والملاك ليس صالح الا الله عشان كده المسيح قال انت ليه بتدعوني صالح وليس صالح الا الله هي دي بقى كانت رد من الردود اللي انا يعني واحد قال كده على الكلاب هاوس هو فين ربنا قال انه كله خير او كله صلاح فالمسيح بقى صور الصورة دي انت بتدعوني صالح انا عايز اقريك صلاحي بوجودي هنا انا والله واحد صبت كده وفينا الاية دي مشهورة جدا ان المعظم اخواتنا المسلمين بيفتكروا انه المسيح ليس هو الله من الاية دي انه هو لماذا تدعوني صالح وكأن المسيح ما بيقولش انه هو صالح لانه الكتاب كله بيتكلم عن المسيح صالح وقدوس حتى البشارة العنرى مريم كان بيقول لها القدوس بألف اللام المولود منك فطبعا فين الكتاب بيقول ان الله صالح اهو احنا لو رحنا لسلايد رقم 6 هنلاقي اول اية ان الله صالح مع الكل مزمور 945 فانه يشك شمسه على الابرار والصالحين ويمتر على الابرار والظلمين عندنا اية تانية فأيوب يقول لازالك لازالك اسمعوا يا ليا زوال الباب حاشا لله من الشر والقدير من الظلم اذا ما معنى الاية يعني احنا بدأنا نقول لا الله ليس هو مصدر الشر وهو صالح وكله الصلاح ومرة واحدة وان الشر ده غير مخلوق ومرة واحدة لقينا انه في عندنا اية في اشعية تخض اللي يقراها بدون تعمق او دراسة انه الله خالق الشر فما معنى الاية في صفر اشعية الاية اللي عايز يدرس في الكتاب المقدس هيلاقي كلمة الشر بتيجي بمعنين بس المعنى الاولاني هو معنى الخطية تلاقي مثلا الاية كده يقول وصنع الشر في عيني الرم عبد او سانة او حاجة زي كده فعمل خطية عمل صنع الشر اللي هو الخطية او الزنب بالترم الاسلامي والمعنى التاني اللي هو الكوارث الطبعية لو احنا رحنا للسليد اللي بعديها هنلاقي انه عندنا تعليم عام زي ما قلنا ان الله صالح وعندنا تعليم تاني عام بيقول في يعقوب معلمنا يعقوب الرسول بيقول لا يقول احد اذا يجرب اني اجرب من قبل الرب لان الله غير مجرب بالشرور وهو لا يجرب احد فده تعليم عام لازم كل الناس تبقى فاهمة كويس اوي انه بالمفتشر بيقول ان الله هو ليس مصدر التجربة ولكن ابليس هو مصدر التجربة ولذلك هو اسمه في الكتاب المقدس المجرب يشتكي عليكم فهنا التعليم واضح جدا ولكن عايزين برضو نفهم ليه اشعياء كتب هذه الاية بهذه الطريقة فيه تلات نقطة عايزة قبل ما تسيب الاية دي عايزة علق تعالي انه كمان من من معاني التجربة علشان دي لغة عربية وده انو لما تشوفها في حتة ثانية فيه فرق بين التجربة والتمتاشن يعني التمتاشن بالعربي يعني يعني الاغراء بالشر الاغواء الاغواء فيه فرق بين التجربة ترايل يعني انسان بيمر بوقت صعب عنده مشكلة حياتية صعبة عنده مرض صعب عنده نتيجة لعلاقة بايضة فيبقى عنده وقت صعب في حياته دي تجربة آلم يجوز للانسان فيها انه ينمو اللي معرفة الله افضل يعني واو او العكس لكن الاغراء بالشر او الاغواء بالشر ده عمل شيطاني بحت فالاتهام ضد الله هنا اللي الكتاب بيرفضه انه انا لا اجرب بشرور ولا اغوي بشر ده صحيح ده صحيح جدا وللأسف اخواتنا المسلمين بيفتكروا انه الله هو المفروض او الطبيعي انه يبتلي العباد او يحطوهم في اختبارات وما يعرفوش الفرق بين التجارب والاختبار لانه الاختبار ده ليه ميزة انه لما بعمل الامتحان لحد بقدر اقول له امتحان الرياضة بتاعه كذا 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 ولكن انت عندك في حتة التفاضل التكامل او حتة الجبر جبت نم رواتيا اذا تقدر تشتغل على الحتة دي وتحسنها وهو ده فايدة الامتحان ان الله عايزنا نتقدم وننمو روحيا ونقرب اكتر اللي هو لسلطته والصالحة ونتغير الى تلك الصورة عينها ولكن التجربة هنا حدرك لو انت عندنا في قبلنا الذي بيقول ولا تدخلنا في تجربة ولكن نجينا من الشرير ايه علاقة ايه علاقة انه ان احنا بنجينا من الشرير انه هو مصدر التجارب ولذلك هنا بيقول ان الله غير مجرد بالشرور يعني ما بيجيش عليه فكر شر ولا يجرب احد ولكن يوجد تجارب في الامر الواقع من نزل الارض الواقع طبعا فيه تجارب كبيرة واحنا بنعدي فيها واختبارات شخصية قاسية جدا ولكن الله يسمح بها عشان يزبط حاجة فينا زي ما طبعا حصل في ايوب ولكن هنتكلم على ايوب كمان شوية حضرتك برضو تقدر تديني تعليق على فكرة ايوب لانه فيه ناس كتير اوي سمعناهم بيكلموا على تجربة ايوب صحيح وحتة يسمح بها دي اللي حضرتك قلتها كانت موجودة في النقاش ايضا وهي في النقاش العام في الامر ده يعني ايه يسمح لو انا بتقلم طب ليه ربنا ما يشفيش ابني المريض او او يمنع عني الالم ده طب ليه ربنا لا يتواصل معايا مباشرة حتى يمنع الشر وبيقولوا انه ده اذا الله له يد في الشر اذا لم يمنع فقد امر بالشر اه وده فهم خاطئ طبعا جدا لانه المشكلة انه حضرتك لما الموت دخل الى العالم بسبب الانسان وسبب سقوطه بقى عندنا النتائي او المسببات الموت ودي نتيجة ونكلم على فيه اربع نقاط للشر اللي هو مصدرها ايه مصدرها سعاد بيبقى مصدرها الانسان انه ما يفعلها والانسان يحصد فبسلا فيه انسان مثلا يقول انا نزلت سوق بسرعة وعملت حادثة ليه رب تسمح طيب حضرتك انت السبب في القصة دي فيه شر تاني بيبقى عن طريق ابليس واستخدامه للانسان واحقاده او حسده او 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 انه هو يعمل شر فده قدر طبعا الكلام ده نقدر نقول انه هو ليس مصدره والله طبعا وفيه مصدر اللي هو الحاجة الاخيرة اللي هي الشر اللي هو شر الموت وده المسيح قصره بموته واحنا ما بقناش خايفين من الموت انامور خلاص فلذلك فيه خلط كبير جدا عند الناس فيه موضوع الشر والشر المجاني اللي هو لو فيه حاجة عندي او 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 من اخواتي او والدتي او والدي او اطفال او اولادي عايز ان الله يتدخل شخصيا ويشيل كل مسببات الموت عنهم وده طبعا حاجة مش حقيقية لانه المشكلة انه هو اختزل حياة الانسان بس على الارض ولكن احنا عندنا امتداد ابدي بعد الموت وهو ده هدف الله انه الامتداد ده اللي هو الغير محدود اللي هو الامالة الابدية هي اهم حاجة عند الله انه هو تكون معاه في محضره وفي مجد صلاحه فهي دي الفكرة اللي الناس بتحاول تقص ان الانسان لا هو انا عايز انا سعيد ومبسوط وزي الفل وده طبعا المفهوم مقتصر وينسب برضو لحتة انه يا اما الله سبب او الله سمح او الله جرب وكده عايز اركز على حتة سماح الله لو بصينا لانه الله ممكن يسمح لان انا عملت اختيار واختياري له عواقب فالله سمح مش ممكن ننسى انه الله اعطى ادوات في حياتنا تقول لنا والروح القدس اللي داخلنا ينبهنا ما تعملش كده ما تسوقش بسرعة ما تخرجش ما تخرجش النهاردة ساعات ربنا ساعات ربنا يقول لي كده النهاردة اجلسي امامي ما تخرجيش النهاردة واعرف بعد كده انه كان في سبب لعدم خروجي اما حد محتاجني او انه حاجة حصلت او يعني الله دائما يعطي تنبيه مش بس يسمح من غير تنبيه اعداد وادوات وتنبيه سمح امين وده طبعا حاجة مهمة جدا انسان يبدأ يدرب من روحه او يدرب نفسه على سماع صوت الله بالذهاب الخافت لانه لازم تدرب ودنك كده ان انت تبدأ تسمع ما يقوله الله وتحذيراته ليك طيب انا خدتك بقى في الشرع اللي جنبنا نرجع تاني لقاية اشعية اه في اشعية زي ما شوفنا ان تعليم عام ان الله صالح وكل صلاح ومع الكل وعندنا ان هو لا يجرب بالشرور ولا يجرب احد طيب يبقى ليه تكتبت بطريقة دي يعني ليه الروح الكدس احنا بنقول طبعا ان كل الكتاب موحل به من الروح الكدس فليه الروح الكدس كتب بالطريقة دي فيه تلت لاضاحة تلت نقطة تلت نقطة مهمين جدا في الاية دي ووضحتهم واحد وحدانية الله فكان الشعب اللي ما يعرفش السياق التاريخي لل الاية دي ان الشعب كان شعب بني اسرائيل كان مذبي في خارج البلاد وكانوا كانوا قدامهم الناس اللي بتعبد اله الخير واله الشر فكانوا بدأوا يقولوا ان فيه الهة واحد الخير واحد للشر وبدأ تتطرق اليهم فكرة تعدد الالهة فبدأ الله يعلن لهم عن طريق النبي ان هو لا انا الاله الوحيد انا الرب وليس اخر ولا اله سويا النقطة التانية اللي الله يزبطها لهم في الاية دي غير وحدانية الله ان هو سيادة الله كان الشعب في السبي وروغته فكرة انه لو احنا اتهزمنا في الحرب وسبينا في السبي البابلي او سبي الاشوري يبقى فيه مشكلة وان اله البابليين او اله الاشوريين هو الاله القوي اللي كسب في الحرب اذا الاله اللي احنا نؤمن به اللي هو يهوى الاله الواحد ده اله ضعيف فحب الله يقول لهم لا انا السيد انا اللي عامل فيكو الشر اللي انت بتسموه شر ده اللي هو السبي انا اللي مسبب هذا السبي لانتو انتو انفصلتوا عني وكسرتوا الوصيل اللي هند اتهالكم فرفعت ايدي الحماية عنكم طبعا الحاجة الثالثة ان هي بر الله يقتدي انه زي ما صلت شعوب على شعوب لمجازات الخطية كان يقتدي انه يصلت شعوب على اليهود او بني اسرائيل في ايام السبت لانه هم كانوا عملوا الخطية فيبقى بر الله عادل في كل الاوقات فدول التلات نقاط اللي الله حبي وضح للناس عن طريق نبيه واشعياء في كتابته لهذه الآية بهذه الطريقة انه واحد الله واحد ووحدانياته هو ليس منفيش اله اخرى سيادة الله وانه هو الاله المنتصر حتى لو مؤقتا موضوع السبي ده حصل على بني اسرائيل وهو فعلا الله بقوة زراعه طلع وبناء الهيكل وبر الله يقتدل عدالة انه هو زي ما صلت شعوب على بني اسرائيل زي ما صلت بني اسرائيل على شعوب كانت امتلأت خطياتها برضو عمل نفس القصة انا حبيت بس اجيب بسرعة مقولة للقديس يوحانا زهبي الفم عشان يؤكد ما اقول ان الشر بمعنين شر بمعنى الخطيئة الانجليش بيبل او النيو ترانيش هنلاقي انه الترجمة كوارث طبيعية ولكن يوجد شر وهو الحقيقة شر الزنا الدعارة الطمع واشياء اخرى مخيفة ودير خطيئة بلا عدد تستحق التوبيخ والشديد والعقوبة كما يوجد ايضا شر وهو في الحقيقة ليس شر انما يدعى كذلك مثل المجاعات والكوارث الطبيعية والموت والمرض وما اشبه ذلك فده يفسر لنا على طول ليه الاية دي كتبت كتا وما معناها في الصياق التاريخي بتاعها وقدرنا نعرف انه فيه تعليم عام بيقول ان الله صالح والاية دي تكتب بطريقة دي اللي كان عايز يقول للشعب بتاعه حاجة معينة جدا في الوقت يحنى ذهبي الفم قالوا انه احنا بنشوف بنقيم الشر من منظورنا ولكن ايضا نضع الله في صندوق اذا تعارض مع فكرنا يعني حد ممكن ينظر الى الكوارث الطبيعية والامراض وكده يقول لا ده طبعا شر لكن بفكرنا هو سبب قلم للناس لكن في الواقع انه من حق الله ان يعيد خليقته اللي هو خلقهم الى محضره في اي وقت انسلمنا انه خالق قادر محب وانه المحرك الاول لكل شيء من حقه انه يستدعي خليقته وقت ما يشوف انه ده المناسب للصورة الاكبر لكن احنا بنقارن دايما بين منظورنا ومنظور الله ونضع انفسنا كحكم على الله بالزبت بالكبرياء غير عادي يعني طبعا طبعا ان احنا كانسان اللي هو خاصة الله خاصته احنا خاصته لما نرفع انفسنا الى مرتبة الله ونبدأ ان نحاكم الله الذي هو مصدر الحياة ومصدر الصلاح ونقول انت ليه بتعمل كده دي حاجة طبعا فيها كمية من الكبرياء وهي ما فعله ابليس في سقوطه حاب يرفع كرسي فوق كرسي العلي انا عايز بسرعة لانه قربنا نخلص بقي عايز اقارن بين ارادة الله في الكتاب المقدس وارادة الله في بين القرآن والسنة عشان نوضح الفكرة اللي حالك قلتها في الاول في المقدمة انه الخلفية بتأثر جامد جدا على الناس وهي بتفهم ما هي شخصية الله فلو حلكت تشوفي كده في مثلا سلايد نمر 8 بتقول الذي يريد ان جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون هنا ارادة الله يعني الله يريد كلمة يريد دي مهمة جدا ارادة الله انه عايز ونفسه ان جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون وهنا طبعا يريد ما فيش حد يقول هو الله لو لما يريد في حد يقف قدامه لان الله يحترم الارادة الحرة للانسان ولو الانسان لا يريد هذه الحرية ممكن يرفضها والله يقدر يسيبه لانه هو فعلا الانسان مخلوق انسان كلي الحرية في الاختيارات الاخلاقية بتاعته فان حرركم الابن فبالحقيقة تقولون احرارا فده اللي انا عايز اقوله في الكتاب المقدس ان الله يريد ان جميع الناس يخلصون والى معرفة الحق يقولون لو احنا عملنا مفارقة بين هذا الاله الصالح الكل الصلاح وبين اله الكرآن لو رحنا لسلايد تسعة هنلاقي فيه ايات غريبة جدا طبعا اولهم ان الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء وهنا فيه ناس كتير اول من اخواتنا بيبدأوا يتكلم ويقولوا لا انت مش فهم الآية الآية بتقول يضل من يشاء يبقى يشاء يتعود على الانسان والانسان اذا اراد الضلالة اذا هو اللي يستهل ولكن الآية عندنا في الاعراف 155 تكذف هذا المفهوم ليه هنا الآية بتقول ايه ان هي الا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء هنا هنا واضحة جدا ان الله او اله القرآن بيعمل فتن وبيضل بها اللي هو عايزه ما انت شاء هنا تعود على الله ولا يمكن تعود على الانسان لو كانت تعود على الانسان كان ممكن يقول تضل بها من يشاء ولكن لا ما حصلش الكلام ده وحدتك ده الآية دي لها صياق في سورة طه واللي مش مصدق يرجع الى تفسير الكرطبي في سورة طه لما في موضوع السامري لما الله عمل هذه الفتنة وخلى للعجل المسبوك من الدهب وهو عبارة عن وسن ما بيتحركش ولا بيتكلم يخور فموسى سأله قال له مين اللي خلى العجل يخور والناس بدأت تعبوده لانه بقى شوية حديد بدأت يخور فقال له أنا اللي عملت كده فقال له ان هذه هي فتنتك تضل بها من تشاء ده السياق التاريخي عندنا آيات تانية واضحة جدا زي مثلا سورة هود 34 ولا ينفعكم نصحي ان اراد الله ان انصح عليكم ان كان الله يريد وهنا ارادة الله يعني انا عشان كده جبت الآية دي مخصوص لانه كلمة يريد زي ما شفناها في الكتاب المقدس انه يريد ان جميع الناس يخلصون وإلى معرفة حق يخبرون هنا ان كان الله يريد ان يغويكم هنا الاهواء اي الضلال بيضل العباد وهو كده يبقى اله شرير ومصدر الشر وهنا النبي بيقول مش هينفعكم نصحي لن ينفعكم نصحي لو عدت انصح فيكم النهاردة لبكرة الصبح ان كان الله يريد ان يغويكم وملكوش حال وعندها طبعا الآية المشهورة جدا في صورة الشمس بيقول والنفس ما ما سواها فألهمها فجورها وتقواها وطبعا الله لا ينهم بالفجور خالص لان هذه شغلانة إبليس قد أفلح من زكاها وقد خيب من دسها الذي لا يصدق وفاكر ان انا بفسر من دماغي انا جبت اخر ايتين جبت لهم تفسير لو رحنا للسليد بعد ذلك سنجد تفسير القرطبي في تفسير هذه الآية بيقول إن كان الله يريد أن يغويكم أي يضلكم وهذا مما يدعي ما يدل على بطلان مذهب المعتزلة والقدرية ومن وافقهما ازعموا ان الله تعالى لا يريد أن يعص العاص ولا يكفر الكافر ولا يغوي الغاوي وان يفع ذلك والله لا يريد ذلك فرد الله عليهم بقوله انه يريد أن يغويكم فهين المعتزلة والقدرية حبوا يبرأوا الله من فكرة أنه هو إله شرير فنزلت الآية دي ترد عليهم وتكذبهم في ادعاهم أن الله لا يخو الغاوي ولا يعص العاصي أنه هو اللي بيخو الغاوي وهو اللي بيكفر الكافر وهو الذي يعص العاصي وهو الذي يحول بين المرء وقلبه في سورة الأنفال ويحول بين المرء وقلبه لو قردنا أي تفسير هنلاقي أنه يمنع المؤمن من الكفر ويمنع الكافر من الإيمان فالله اللي هو بيعمل كده تم هو السبب في أنه هو بيتحكم فيه وهو مصدر الشر وله شرير عايز يوقعني وطبعا بقيت التفسير حدريك لو تخدي بالك منه بيقول هنا وقد أجذبوا شيخهم اللعين إبليس على ما بيناه في الأعراف في إغواء الله تعالى إياه حيث قال فيما أغويتاني يعني بيقولوا أن الله نفسه هو الذي أغوى إبليس زي ما القرآن قال فيما أغويتاني إذن الله هو الذي أغوى إبليس إذن هو الهادي والموضل طبعا هذا يوضح جدا ليه الناس اللي كانت بتتكلم على كلاب هاوس بتتكلم من خلفية طبعا لو أروا الكلام ده طبعا هتتكون عندهم صورة مشوهة لله وده كان هدف إبليس أنه هو يشوه صورة الله ويخلي الإنسان يقول ده إله شرير أنا مش عايز يبقى ليه علاقة معاه حتى لو أنا خايف منه هصلي له الخمس صلوات وهصم له وهو عايزه بس إيه يبعد مشاكله عني أو تعذابه عنه عيد لو رحنا للسلايد 11 وقد خاب من دسها أنا لفت نظري جدا تفسير الكورتوبي للآية دي بيقول في أول سطر وقد خاب من دسها إذ خسرت نفس دسها الله عز وجل بالمعصية يعني هنا الله بيدس الإنسان بالمعصية طب ما هو منسيب إبليس يعمل كده والله ياريت يقول يكون مصدر الصلاح والإنسان يختار بين إبليس والله ولكن هنا الله بيدس بالمعصية وإبليس بيدس بالمعصية والإنسان بمقدرته المحدودة مش عارف هيروح فين بصراحة بيحارب هذا الإله في المفهوم الإسلامي يدس السم في العسل يدس الخطيئة يعني كأنه المؤمن كده ماشي على طول طول النهار بتتعمل فيه مقالب يعني عنده يعني كم من الإغراء بالشر غير عادي خلينا نتكلم على النقطة الأخيرة لأنه خلاص فاضل خمس دقايق بوزر حالك أنا برضو عايز فيه ناس كتير من أخواتنا المسلمين هيبدأ يقولوا لا أنت متفسر خلط أو 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 أنا جايب آخر سلايد خالص اللي هو حديث صحيح في الألباني عن الرسول نفسه في صحيح الترمزي رقم الحديث 3522 والحديث حكم المحدث الصحيح بيقول هنا أن الرسول لما بيقول يا مقلب القلوب سبت قلبي على دينك ودي الحتة بالأحمر قال يا أم سلمة إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ إذن هنا الله ممكن يزيغ القلوب ولذلك ما عايز رح قايل ربنا لا تزغ قلوبنا إذ بعد هدايتنا يعني بعد ما هداهم ممكن عادي جدا وهداهم لأننا للإسلام طبعا عادي جدا ممكن يزيغ قلوبهم فهل هذا إله ليس مصدر الشر طبعا هو مصدر الشر ولذلك هو إله غير حقيقي الإله الحقيقي هو مصدر خير هو الله الصالح والكلي الصلاح وهذه صورة مشوهة جدا عن الله فضالح عليك بقى حليل خير طيب لا أنا عايزاك تشترك معايا في التعليق ده من الحاجات اللي تكلمنا فيها على قلبها وستتكلموا عن قصر رب قلبه فرعون واتكلموا عن أيوب إحنا في حلقات قادمة ممكن نتكلم بقى عن الإرادة والتقابل في إرادة البشر مع محبة الله وصلاح الله ويعني إعطاء الله الفرصة للإنسان إنه يكون قريب منه بإرادته لإنه مش ممكن يكون صالح إلا إذا أعطى الحرية الكاملة فيبقى الحب اللي بينك وبين الله حب حقيقي لإن أنت اللي مختاره زي ما هو اختارك واختارنا الأول فإحنا نختاره لكن كانت الحاجات الكبيرة قوي بالنسبة لهم تعامل الله مع أيوب وإزاي ربنا اتكلم مع أيوب وقال له أنت يعني أنت مش عارف إيه حشرة قول لي رأيك السريع في هذا النقاش وأنا ممكن نختم بعد كده في دقيقتين ده ده ما فهم طبعا خاطئ جدا للآيات دي احنا طبعا عايزين نفنط الآيات دي في حلقات قادمة إن شاء الله عن موضوع الجبرية والإرادة الحر للإنسان وهلا الله هو المسيطر على أفعال الإنسان ولا لا ودي طبعا في كمية زي ما شفنا الحديث الأخير أن الله متحكم في قلوب الناس وبين أصبعين الله ودي مشكلة عويسة جدا في تشويه صورة الله لأن الله غير كده خالص وطبع عندنا المسيح لما قال يا أرشاليم يا أرشاليم كم مر أردت فهنا إرادة الله اللي هو المسيح المتجسد وأنتم لم تريده طب إيه اللي حصل مين إرادة اللي اشتغلت إرادة الشعب اللي هم رفضوا الله واللي هم لذلك يترك لكم بيتكم خراب فهنا القصة طبعا واضحة جدا في الكتاب ولكن هنجيب برضو آيات تخلي الناس يبقى لها تشابه في القصة دي ونشرحها ونشوف فعلا اللي احنا بنقوله ده بنجمل صورة الله اللي هو فعلا حقيقي هو إله صالح فعلا والإله التاني هو مش إله حقيقي تماما طيب أنا يعني أشكرك جدا خليك معايا أنا عايزة أتكلم على موضوع سفر أيوب ده في تلت دقايق عايزة أقول أنه الاتهام كان أنه الله كان قاسي جدا مع أيوب وأن الله سبب الشعر لأيوب وأن الله لما تكلم مع أيوب تكلم معاه بمنتهى القصوة أنت كنت فين يا حاشر أنت لما أنا عملت كده طبعا الله لما يتكلم بهذه اللغة وأنا حقراركم جزء منها بس قبل ما أبتدي قصة أيوب أنا السفر ده ربنا وضعه في حياتي في بداية مرض أمي كتير منكم يعرف أنه أمي مرضت ل11 سنة بمرض أقعدها تماما منع عنها الحركة وأنا جاي في الطيارة ربنا فتح أمامي أن أنا أقرى سفر أيوب فقلت له رب يعني طب أنت أيوب مر بألام شديدة جدا وأيوب كان راجل صالح أمي كانت امرأة بتحب المسيح جدا وعايش حياتها للرب فأنت بتوريني أنه المسأة المقابل عايز توريني الله كان عايز يوريني صلاحه في حياة أمي لأنه ما بقي في حياتها هو معرفتها بمحبة الله الرائعة لها كنا ندخل نصلي جنبها في القودة وهي ما بتعرفش تحرك أي حاجة غير رأسها أو عينيها أجي قول نصلي يا ماما تروح حتى رأسها مكان الصوت اللي بيصلي وعينيها بعد ما رأسها بطلت تتحرك كانت عينيها بتتحرك تجاه صوت اللي جنبها الله يبقى هو الحب الأول في حياة الذي عرفه عايز أرألكو جزء بسيط من سفر أيوب بيقول كده فأجاب الرب أيوب من العاصفة وقال من هذا الذي يظلم القضاء بكل بكلام بلا معرفة أجدد الآن حقويك كرجل فإني أسألك فتعلمني ربنا هو بيقولك علمني يا بني انت زعلان أين كنت حين أسست الأرض أخبر إن كان عندك فهم من وضع قياسها لأنك تعلم أنت أقول لي بقى أو من مد عليها متمارا على أي شيء قرت قواعدها أو من وضع حجر زاويتها أنا عايز أقول أنه الإصحاحات القادمة ربنا بيتكلم عن قدراته الكثيرة العظيمة وكل ما صنع من عجائب أنا توقفت عند ده وقلت رب أنت صنعت كل ده من أجل الإنسان أيوب فهم بعد كل الألام دي أنه كان في قلبه خطية أنه افتكر أنه راجل صالح ما فيهوش خطية لكن بعد ما سمع كلام الله ما قالوش أنت ليه بتكلمني بالقصوة دي ولكن قال يا رب أنا بسمع الأذن سمعت عنك والآن قد رأتك عينا دي صلاتي لكل واحد منكم أنه الآن تشوفوا المسيح أشكركم أشكرك أستاذ جورج ولنا لقاءات أخرى وإلى اللقاء أشكرك أستاذ جورج أشكرك أستاذ جورج أشكرك أستاذ جورج